ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من العمر قيد حياته 22 سنة قام مجهولون بتاريخ 14 مارس الجاري بإطلاق خمسة رصاصات عليه ما تسبب في وفاته موضحة أن ساكنة الحي الذي يقطن به قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية طالبوا من خلالها الشرطة الفرنسية بضرورة إيقاف المتورطين في هذا العمل الإجرامي الخطير وعلاقة بالطجة أكد قريبه لمروك أخبار يومية يوم الخميس أن الضحية تلقى خمس رصاصات وجهها له شخصا كان على متن سيارة موضحا بأن أسرته المقيمة في فرنسا لم تصدق إلى حدود الساعة أن ابنها الشاب لقي مصرعه بهذه الطريقة البشعة وأكد المتحدث لمروك أخبار يومية أن أسرته شرعت في إجراءات نقل الجتة إلى المغرب مشيرا في الوقت نفسه أن الجتة ستصل إلى أرض الوطن يوم الأربعاء المقبل حتى يواري الترى بمقبرة أقلميم ضواحي مدينة بركان نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية